وخلال كلمتها أمام المؤتمر قدمت هيلنا ماري لورانسا وزيرة المرأة والتضامن في بوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامية قدمت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على المشاركة في المؤتمر الوزاري رغم انشغاله الشديد كما أكدت رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر أن مصر وفي ظل جائحة كورونا وتدعياتها استطاعت الحفاظ على مكتسبات المساوات بين الجنسين وتمكين المرأة أود أن أتواجه بالشكر والتقدير الكثير من الدول الأعضاء التي وضعت العديد من خطط العمل الوطنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة السابعة فقامت الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحضور الكرام كل الإنجازات وكل النجاحات التي أشارنا إليها كانت بفضل كل من شارك فيها تحت رئاسة بوركينا فاسو منذ دورة السابعة وكذلك جهود اللجنة الاستشارية للمرأة في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك الأجهزة والمؤسسات المتقصصة في منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء وبشكل خاص جمهورية مصر العربية اسمحوا لي هنا أن أؤكد لكم وأن أعرب للجميع عن تقديرنا العميق وأعرب لكم فقامة الرئيس عن تقديرنا وعن دعمنا المستمر وتعاوننا الدائم معكم